إسحاق نيوتون مرتشف قانون الجاذبية الحلقة السابعة من سلسلة علماء ومسترشيفون ومختارعون السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتريت لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو ساتر المصدر ومرجع المعلومات مرتشف قانون الجاذبية في سنة 1665 ميلادي كان إسحاق نيوتون يستريح في ظل شجرة بمزرعة والدته في لندن وأثناء ذلك سطر التفاحة من الشجرة إلى الأرض ذلك الحدث العادي العابل لم يمر على نيوتون دون تحليل وبهث فتسأل عن تلت القوة الخفية التي جذبت التفاحة لأسفل وامتد تساؤله لما هو أبعد من ذلك فتسأل ما إذا كانت هذه القوة النفسة هي التي تجعل القمر مستقرا في مداره حول الأرض وتوصل نيوتون بعد طول ملاحظة ودراسة إلى قانونه عن الجاذبية والتي رأىها تنطبق على أبسط الأشياء مثل التفاحة التي سقطت على الأرض بفعل هذه القوة وأيضا على الأجسام الهائلة في القمر والذي يحتفظ بمصارعه في نفس المدار حول الأرض بفعل قوة الجاذبية ولذا أضطر على قانونه اسم الجاذبية الكونية لقد اكتشف نيوتون من خلال نظرية الجاذبية سر تماسو تلكون ثم توصل نيوتون لحقائق اكتشافات علمية أخرى مثل طوانين الحركة وهي ثلاث طوانين تحت محاقة الأشياء ولعل أشهرها قانونه الذي ينص على أن لكل فعل رد فعل مضاد له في الاتجاه المساوي له في المقدار تانى نيوتون رد انتا من أبحاثه الأولى حول الجاذبية والحركة عام 1666 ميلادي ولم يعرف العالم عنها شيئا حتى اقنعه الفلك الإنجليزي ايديوت هالي بنشر نتائج تلك الأبحاث عام 1687 ميلادي بالفعل نشرت في مؤلف يعرف باسم أسس الرياضيات ويعتبر نيوتون أول من أسس وارتشف علم التفاضل والتكامل الذي بسط العديد من العمليات الرياضية المعقدة تم أسهم إسهمات تبيرة في علم الضو وارس أسس تحليل الطيف وأثبت أن الضو الأبيض يتألف من ألوان روز الرزح بتمريل شعاء من الضو خلال منشور وتمثل نيوتون من صنع تيليستروب استخدم فيه المراي العتسة بدلا من العدسات اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بأكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما بأكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اشتركوا في القناة